أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج النهار تراندين كما عودناكم اخترنا لكم أبرز ما تدوله رواد مواقع تواصل الاجتماعي بمنصات الفيسبوك، اليوتيوب، الانستغرام وحتى تويتر البداية مشاهدينا نستهلها بالهاشتاغ الأول صنع مواطن من ولاية تمناسة الحدثة على مواقع تواصل الاجتماعي طبعاً مشاهدينا القصة بدأت بمنشور وضعوا على صفحته بالفيسبوك أين كتب حاب كاش نهار نخرج للقهوة نتلقى بالصدفة مع الوالي تحت من راست يستقهوا معايا في نفس الطابلة ونحكي له على عدة مشاكل كما يحدث في السويد والدينمارك طبعاً مشاهدينا وبعد ثلاث أيام من هذا المنشور وبعد إطلاع الوالي على مضمون المنشور كان الرد سريع من والي ولاية تمناسة مصطفى قريش وطلب من المواطن تحديد الزمان والمكان للحضور للالتقاء أقول طبعاً مشاهدينا وكتب في منشور الصفحة الولاية اختار المكان والزمان القهوة خالصة عليا طبعاً مشاهدينا المواطن اختار المكان والزمان وكان ينتظره طبعاً وحلمه تحقق بعدما ان بعدما التقى يقول التقى بوالي الولاية شخصياً وتبادل الحديث بكل موضوعية وشفافية دون لغة البروتوكولات طبعاً مشاهدينا هذا الفعل لقي استحساناً واسع من قبل رواد مواقع تواصل الاجتماعي طبعاً وبعدما استقبله نشر تغريدة على الفيسبوك وكتب أشكر السيد الولي على قبول الدعوة وتوضعه الكبير ولتمناصة إنسان شهم ونعم الرجال أقول استمع إلى كل انشغالات بدون مقاطعة هذه هي الجزائر الجديدة التي يحبها كل الجزائريين ولتمناصة نموذج للوالي المحترف شكراً جزيراً سيد الوالي من أعماق القلب طبعاً مشاهدينا تعليقات كثيرة جاءت بخصوص هذا الفعل أين قال عمرقه وخالص من عند الوالي جميل أن تتواضع فمن تواضع لله رفعه ولكن الأجمل أن يكون تسييرك للولاية أحسن والنهوض بمشاريع تنموية ترفع الغبن عن سكان تمناست إن شاء الله وفي تعليق آخر مشاهدينا من فتح يقول أحد صفات السيد الوالي هو تواضعه وأنا شاهد على ذلك بحكم تعاملنا معه مباشرة بالتوفيق لما هو في صالح المواطن أقول أتمن راستي وفي تعليق آخر من سيد أحمد يقول الفكرة جميلة وغير محهودة في الجزائر بالطبع تحسب للوالي لكن كنا نحب السماع الحوار ليسهل علينا الحكم على الحادثة وفي تعليق أخير من جمال يقول الله بارك مشكور السيد الوالي على هذه الالتفاتة ومن هذا المنبر أهدي تحياتي إلى سيد والي ولاية المسيلة أيضا على المجهودات التي يقدمها كل التوفيق والنجاح إلى كل مسؤول متواضع طبعا مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات بخصوص الهاشتاغ الأول ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني وقصص كثيرة عاشها الجزائريون في المهجر خلال الأشهر الخمسة عشر التي فرد فيها حضر الرحلات الجوية فأصبحت كل تذكرة تذكرة أقول عودة إلى أرض الوطن تخفي خلفها قصة مؤثرة طبعا مشاهدينا يوم أمس رصدت كاميرا تنهار فيديو مؤثر لأم تحتضن ابنتها التي لم تراها لمدة طويلة طبعا مشاهدينا دعونا نتابع ثم نعود إليكم طبعا مشاهدينا هذا الفيديو المؤثر تفعل معه رواد مواقع تواصل الاجتماعي وجاءت تعليقات كثيرة بخصوصه من ياسمين تقول احساس صعيب صارت لي مع أولادي بداية الجائحة سبعة أشهر وفي تعليق آخر من نادية تقول الغربة وعرى يا رب اجمع كل واحد مع أهله وفي آخر تعليق من خديجة تقول واحد ما يحسب واحد ليحفسها للجمرة ماشي كمال لي ما جربهاش كون برك نتوقف شوية على حكم الآخر طبعا مشاهدينا وفي آخر تعليق عفوا من صالحي يقول الكبدة صعيبة أن يجيوني فرص للعمل بعيد عن الأولاد والزوجة وما نقدرش خاصة الطفل الصغير طبعا مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندين شكرا لكم